استعدوا لأبرد يوم في فصل الشتاء انخفاض حاد في درجات الحرارة والصغرة بالقاهرة هتسجل 6 درجات سقيع وتساقط ثلوج على عدد من المناطق في البلاد ومناطق في مصر هتسجل 6 درجات تحت الصف زي سانت كاترين ومحافظات شمال الصيد ده كان ملخص تحذيرات هيئة الأرصاد المصرية من حالة التقس غداً الأربعاء 26 يناير وكشفت أن البلاد هتشهد بكرة تقلبات في الأحوال الجوية على معظم المحافظات وكمان المعمل المركزي للمناخ قال أن مصر هتتعرض لأكبر عاصفة يطلق عليها العاصفة هبة ودي جاينا من لبنان وهتأثر على المنطقة العربية بصفة عامة مش مصر بس وده بسبب مرخفض سطحي على البحر المتوسط هيدفع كميات كبيرة من الرطوبة وده هيخلي الفرصة مهيئة لتساقط الأمطار بشكل كبير على السواحل كافة والدلتة كمان وهتمتد للداخل وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن مصر هتتعرض للخفاض كبير في درجات الحرارة ليسود طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء وهو اللي خلى الكثيرين يطلقون على بكرة أبرد يوم في فصل الشتاء الدكتور محمود شهين مدير إدارة التنبؤات والتحليل بهيئة الأرصاد الجوية قال أن البلاد هتشهد طقس شديد البرودة ليلا ونهارا بعدما كان الطقس بارد نهارا وشديد البرودة ليلا لحد آخر الأسبوع الجاري على أقل تأدير والهيئة العامة للأرصاد الجوية كشفت عن حالة الطقس المتوقعة من يوم الثلاث لحد الحد المقبل وقالت أن البلاد هتشهد انخفاض في درجة الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وهيكون طقس معتاد النوعا ما على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ولكن شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء ليصل إلى حد السقيع على وسط سيناء وكمان هتتكون الثروج على المرتفعات في وسط سيناء ومن المتوقع اعتبارا من غدا الأربعاء 26 يناير إلى الخميس 27 يناير هتشهد البلاد في معظم المحافظات انخفاض حاد في درجة الحرارة ليسود طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد مع نشاط للرياح هيزيد من الإحساس ببرودة الطقس وتوقعت الأرصاد أن تشهد البلاد أمطار متوسطة إلى غزيرة وهتكون رعضية أحيانا على محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وقد يصاحبها حبات البرد على فترات متقطعة وكمان هيكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء وهنشوف بكرة أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وهيحصل نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة هيئة الأرصاد حذرت من أن السقيع هيوصل لأقصى معدى لي في فترة الصباح وبالذات على الأراضي الزراعية وتوقعت العيئة أن تكون الأمطار غداً جديدة الغزارة مع تساقط حبات برد كثيف على بعض المناطق مع انخفاض شديد في درجات الحرارة ممكن تصل إلى حد السقيع مع وجود فرص لتساقط الثلوج على مناطق زي شرق القاهرة وطريق الزعفرانة ورأس غارب وسانت كاترين وأكدت استمرار حالة عدم الاستقرار لحد متصف الليل والساعات الأولى من يوم الخميس